بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذكرني ما نسيت واحفظ علي ما علمت وزدني علمه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنوري الفهمي ان شاء الله اليوم نتكلم عن يونت 38 واللي يتكلم عن F الشرطية ذاكر لي if I do وقال لي if I did يعني معناها حاشيلي بالبداية على حالات F الشرطية فقال لي F المضارع if we take والمستقبل وايضا ذاكر لي يعني هنا هو ديحشيلي عن حالة F الشرطية لذلك احنا لازم نشرح F الشرطية طيب طبعا اول اول حالة من حالات F الشرطية واللي هي المضارع البسيط اللي هي present symbol اللي هي راح يكون ورا الف مضارع بسيط بمضارع بسيط يعني هاي الحالة الاولى من الف وطبعا هنا بالكتاب هو ما مركز عليها يعني مضارع بسيط طب مضارع بسيط ما مركز عليها ولا موجودة ولكن طبعا بعض الاساتذة ممكن ينطيها على جنب ويقول لك احفظها فلذلك F الحالة الاولى الحالة الاولى اللي هي مضارع بسيط بمضارع بسيط هاي حالة الزيرو حالة اسمها حالة الزيرو مضارع بسيط بمضارع بسيط طيب نجي على المثال يقول إذا أنت تحمل المي راح يغلي إذا أنت تسخن المي راح يغلي طبعا دائما الحالة الأولى تصف الحقائق والنتائج العلمية طبعا أكيد هي شي لأنها مضارع بسيط لأنها مضارع بسيط نجي على حالة الفيرست الحالة الأولى وطبعا راح ناخذ ملاحظات أيضا مهمة تستخدم لوصف موقف محدد من الممكن حدوثه في المستقبل يعني فهذا شي ممكن يصير بالمستقبل وهاي حالة الفيرست تربط المضارع البسيط بالمستقبل يعني الـ if دائما راح يجي وراها مضارع بسيط وراها if فارزة راح نحوط كذلك مستقبل if you study you will pass the exam إذا تدرس أنت راح تنجح بالامتحان if you study you will pass the exam هذا حالة الفيرست بالإف الشطي إذن حالة zero وعندي حالة الفيرست حالة الزيرو تربط مضارع بسيط بمضارع بسيط وقلنا هي ما موجودة بالكتاب والحالة اللي هي رقم فيرست واللي هي تربط المضارع البسيط بالمستقبل يعني إذا لقيت وال راح تسوي جملة مضارع بسيط مضارع بسيط وإذا لقينا مضارع بسيط راح تسوي جملة مستقبل طيب والحالة الأولى الحالة الأولى ما موجودة بالكتاب نجي على حالة السكند السكند اللي هي تتستخدم للتخيل فاتحدث غير حقيقي طبعا تربط ما بين زمن الماضي والود الود زائد فعل مجرد يقول إذا جمعت فلوس هواية يقول إذا جمعت هواية فلوس راح أشتري سيارة لامبرغيني طبعا إذا لاحظ أن الجملة الحدث غير حقيقي يعني الحدث مو حقيقي أما الحالة الأولى لو رجعنا لها يقول إذا تحمل مي هو راح يغلي هاي حقيقة أما الجملة حالة السكند فاللاحظ أنه هي تخيلية هاي الجملة لازم تنحفظ أحفظها مثل اسمي إذا أنا جمعت هواية فلوس راح أشتري سيارة لامبرغيني ربطنا المضاء الماضي البسيط بالود شوف القاعدة مالت الود شلونها فاعل زائد وود زائد فعل مجرد زائد تكملة هنا ماضي بسيط يعني من نشوف ماضي بسيط راح أستخدم الود وانتبهي لعلى الود هنا وراها فعل مجرد الود بهاي حالة السكند وراها فعل مجرد باي ما يصير تحط أي شيء للفعل حالة الثيرد الآن حالة الثيرد حالة الثيرد تستخدم لوصف موقف في الماضي لم يحدث لكننا نتخيل نتيجة هذا الموقف لو حدث يقول بهذا النتيجة إذا نستخدم زمن الماضي التام والذي هو هاد وزائد تصريف ثالث الفعل يقول لو أنه عامل عمل بجد لو أنه عامل عمل بجد لو أنه عامل عمل بجد أو خلينا نغير حتى تصير واضح لو أنه عمل عمل بجد مليون دور مليون دول يقول له أنه عامل بجد شام حصل أو كسب مليون دولار طيب لاحظنا بهذه الجملة لأنه أنا عندي عندي ماضي تام وعندي وتصريف ثالث للفعل هنا لما نتشوف الويد كطالب أنت لما نتشوف الويد مو قبل تركض وتحط حالة السكند دير بالك زين الويد تنتبه على الوراها هل الوراها فعل مجرد إذا أجأ ورا الويد فعل مجرد فهي حالة السكند أما إذا أجاني ورا الويد وهاب وتصريف ثالث للفعل وهاب فهذه حالة الثيرد فهذه حالة الثيرد ملاحظة مهمة جدا يقول إذا جاءت النط المطلب هنا في الجملة يعني مثلا إجأتني نط أي معناها شي يريد معناها هنا فيه إذا جاءت البي بين الأقواس طبعا البي بين الأقواس إحنا نعرفها البي يعني معناها فعال كينونة يعني البي راح نحولها إلى إز وار وام طيب إذا جاءت البي بالماضي أكيد راح نحولها ووز له وار طيب ولما ننسى أنه الوير مثلا هذا النظام أهسان لما يجيني أسألهم بحالة الماضي هنا اللي آي يأخذ الوير خصوصا هاي بحالة السكند أحقول إذا أعرفك أو شي وير يعني الشي تأخذ الوير يعني المفرد هو مفرد ليس يأخذ الوز أنا لأ راح يأخذ الوير يعني اللي هي الآي والهي والشي هذين راح يأخذ الوير ليش يأخذ الوير لأنه عدد غير حقيقي فهو تخيله فيأخذ الهي والشي والإت راح تأخذ الوير بهاي الحالة الهي والشي والإت راح تأخذ الوير هاي بزمن الماضي لما نيجيني هو أنا ما أشوف الشي تحط وير لا بزمن الماضي أحنا هسا راح نأخذ أمثلة عليها وننضح طيب زيان أستاذ محمد إذا أجتني الاف بالنص يعني مثلا هسا خلينا نأخذ مثال خلينا نأخذ مثال على حالة الفيرس على حالة الفيرس اللي هي هاي اللي هي مضارع بول يعني مثلا نقول مثلا نقول إذا أنا أدرس بجد هاي مضارع بسيط أنا راح أنجح هاي الجملة مالتي زيان أستاذ محمد إذا أجتني الاف في البداية يعني مثلا قال لي I will I will I will I will if I steady يعني أستاذ محمد ليش صارتيت شيء أنا ما قاعد أفتهم كوش هذا الحاج ولا أهم نتبههم شلتها وحطيتها بالبداية والجملة مالتي الأولى اللي هي if I steady hard هاي الجملة كاملة if I steady hard كل هاي الجملة مالتي اللي هي هنا كانت بالأولى هاي اللي هي كانت في زمن المستقبل هي هي خليتها بالمستقبل بس خليتها بالجزء الثاني نقلتها هي والif مالتها ليش لأن اللي ورا الif ثابت ورا الif دائما يجيني ثابت if I steady hard أجتنا بالبداية وراها مستقبل زين إذا أجتنا الif بالوسط نفس الحالة اللي وراها يبقى مضارع بسيط وهذا اللي كان بالجزء الثاني أجيبه حطه بالبداية نفس الحجي ونفس النظام نفس الحجي ونفس النظام هسا راح نجي على الكتاب هنا الكتاب شارح لي يقول if we take the bus it will be الآن هاي مضارع بسيط ومستقبل اللي هي حالة الفيرست وهنا أيضا كاتب لي جمل وكاتب كلها يحتي لي على الف الشرطية كلها يحتي لي على الف الشرطية هنا قال لي if you would found ماضي بالود جملة ماضي وجملة بالود اللي هي حالة السكند حالة السكند يعني مثال على ذلك إذا اللحظ هنا يقول يقول if we went buy bus إذا رحنا بالباس it would be cheaper it would be cheaper إذا رحنا بالباس راح تكون أرخص if we went وحدة ماضي والثانية ود ماضي بود واللي هي لو رجعنا للملزمة للملزمة اللي شرحت لكم إياها ماضي بود ماضي بود حالة السكند حالة السكند طيب نكتب ملاحظة مهمة جدا الملاحظة تقول نكتب ملاحظة مهمة جدا الملاحظة تقول بالإمكان استبدال بالإمكان استبدال بالإمكان استبدال الكود والمائت بدل الود يعني عادي أقدر أستبدل بدا للـ would أخلي could و might نفس النظام ونفس الحجي if i won حسا هاي ماضي هاي جملة مالتي ماضي if i won هاي جملة مالتي ماضي هاي الثانية هي would صار حط لي might مو مشكلة المight والكود والود كلهم أخوات نفس الشي could والود والمight كلهم نفس الشي يعني بدال الود رح تنحط might نفس الشي ما كن فرض هي نفس الشيء يعني إذا رجعنا هنا للملزمة نقدر نقول هنا جو الود نكتب كود في الملزمة كود أو حتى نكتب أيضا نقول يابا بدأ للكود مايت يعني الكود والمايت والود ذن كل نفس الشيء حتى أنا حطيتهم بالملزمة يعني معناها أي أداة تستخدمها فهي صح أي أداة تستخدمها فهي صح يعني مو مشكلة هذا بالنسبة ليونة 38 إذا رجعنا على الكتاب لو رجعنا على التدريبات اللي عندنا بالكتاب كلها تعتمد على ذن النقاط هنا بالامتحان راح يجيب لي على سبيل المثال يعني مثلا التمرين الثاني هنا رجعنا اختيار منطين اختيار منطين اول اختيار يقول if I won I will if I won I will طيب if course you don't expect الآن الآن هاي عندي جملتين A و B A و B A و B يقول of course you do expect won in lottery expect الآن بهاي الجملة هو قائل لي expect من يقول كلمة expect يعني يتوقع يعني هو ما متأكد لذلك قائل if I won I would ليش مستخدم الماضي وي الود لأن حدث تتوقع توقع يعني مو حدث محتمال يصير لا يتوقع expect توقعي لذلك راح يقول if I won the lottery إذن ليش استخدمنا ال win بال buy لأن هذا ماضي اللي هي الحالة السكند وحالة السكند هي تستخدم مع الشتوقع الشيء اللي تتوقع راح يصير الآن نجعل النقطة الثانية النقطة الثانية قائل لي you are not going to sell your car because it is old and not worth much يقول أنت ما راح تبيع سيارة مالتك لأن السيارة جدا السيارة مالتك قديمة وما راح تسوي شيء يقول if you sell your car I will get much more money for you يقول إذا تبيع سيارة مالتك أنت راح تحصل الفلوس إحنا ذكرنا المضارع البسيط احتمالية حدوث هذا الشيء لذلك إحنا راح نستخدم ال B ليش لأن الماضي الأحداث الماضية الزمن كل ما يبعد بالماضي هو يعني هاي ملاحظة اخذوها بحياتكم كلها أي شخص ملاحظة اخذوها بكل تفاصيل حياتكم كل ما يبعد الزمن عن الماضي احتمالية حدوثها الفعل قليلة يعني هسا المضارع البسيط يعني هذا أكثر حدث حقيقي ويصير الماضي شوية أبعد الماضي بعد أبعد التام الماضي التام أبعد بعد يعني معناها حدث ما راح يصير لذلك هو يقول السيارة ما راح تسوي شي هسا آن إذا استخدمت المضارع معناها الحدث حقيقي أو الحدث باحتمالية حدوث لذلك راح أقول sold اللي هي ماضي الحدث ما راح يكون بعيد يعني إذن الحدث ما تتوقع راح يصير لذلك راح نستخدم الماضي يقول سارا أنت دائما ما تشوف سارا 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 يريد أن تصدقها سارا واحدة من الصديقات وواحدة من صديقات تريد أن ترى سارا إذا ترى سارا سأخبر لذلك أن ترى سارا الآن هنا الحدث احتمالية حدوث لماذا؟ لأن هي تقول لها أنت هوا تشوف سارا هوا تشوف سارا إذن الحدث ممكن يصير لذلك مستخدم المضارع الذين الحدث يصير لأن يقول أنت يعني مفتاح الحل هو هذا هو مفتاح الحل عيد رقم ثلاثة هو لماذا قال يوف سي هو هنا يعني لماذا اختار أي مضارع وإحنا ذكرنا أن المضارع حدث يصير طيب هو بالحل بالجملة قال لي أوفن سي هو من قال لي أوفن سي يعني معناها الحدث يصير الحدث يتوقع أنه يحدث لذلك نستخدم المضارع البسيط هو قال لي أوفن سي يعني أنت دائما تشوفين سارا يعني حدث تتوقع يصير وإحنا نعرف أن المضارع هو حدث يصير يعني لما نستخدم حالة الفيرست حالة يعني ممكن أنه تحدث أما حالة السكند فما تصير حالة الثيرد مستحيلة مستحيلة عيد حالة الفيرست حدث ممكن يصير حالة السكند بعيدة شوية ما تصير وحالة الثيرد مستحيلة يصير رقم أربعة يقول أنت ما تتوقع هذا الشي طالما أنت ما تتوقع يعني حدث شي ما رح يصير لذلك رح نختار حالة السكند اللي هي الود بالماضي الود بالماضي ليش اختار الود بالماضي لأن شي ما يصير احنا قلنا حالة السكند حدث ما يصير حالة الفيرست حدث يصير اعيد مرة اخر رقم اربعة قيل لي don't expect يعني حدث ما تتوقع يصير لذلك مستخدم للود لذلك مستخدم للود حدث ما يصير يعني مستحيل راح يصير نجي على رقم اربعة يقول خمسة يقول you have never lost your passport انت ابد ما ضيعت جواز سفرك يعني حدث يعني you don't lose ever your passport يعني you can only imagine it يعني يقول انت انت يعني مستحيل ضيع جواز السفر مالتك مستحيل يعني شي انت متأكد من عنده شي متأكد من عنده طيب يقول i don't know what i would do if i lost my passport الآن الحالة الاولى هي حالة حالة الفيرست والحالة الثانية هي حالة السكن هو ما يضيع ابد يقول i don't know i don't i never lost يعني حدث مستحيل يصير يعني حدث مستحيل يصير يعني imagine هو قيل imagine تتخيل هذا الحدث ذلك مستخدم للود الود هاي ما لها علاقة بالجملة هاي واحد يعني خارج قوس هاي ظرف شون جملة معلومات اضافية الحل ما لت عندي i would do it if i lost my passport برقم برقم ستة يقول somebody stops you and ask you the way to the bunk يقول واحد سألك الطريق عن البنك يقول انت راح تقول if you go the end you will الان الان الطريق الى البنك هل حدث حقيقي ثابت لو تخيلي الجواب راح يكون على هذا السؤال حدث ثابت وحقيقي فهذا حقيقة ثابتة فشي يعني واقعي يعني حدث يصير راح نستخدم حالة الفيرس اللي هي مضارع و مستقبل وين المضارع والمستقبل you go هاي المضارع والمستقبل you will وهاي المعلومات اللي موجودة كلها ما اللي علاقة بيها قلت if you go you will ليش اختار المضارع بال will لان حدث حقيقي انا راح ادليك على الطريق يابع الطريق للبنك من خلال شارع الرشيد تروح تفوت بشارع المتنبي تروح على هذا البنك عسا هاي معلومة ثابتة مو تخيلي مو تخيل انا تخيلها بيني وبين نفسي لا هاي حقيقة هاي معلومة ثابتة لقم اربعة يقول you are in a lift انت داخل المصعد there is an emergency bottom وهنالك وهنالك دقمة مال الطوارئ nobody is going to press it مستحيل واحد راح يدق ها يعني حدث ما راح يصير لذلك راح نستخدم الود لذلك ما راح نستخدم الود what would happened if somebody press the button يعني حدث تخيلي هذا تخيلي يقول بله لا دقيت هاي راح يصير يعني تخيلي مو معناها طريق للبنك ثابت لا تخيلي بله يخصاني لو دقيت هاي الدقمة ما راح يصير حدث تخيلي هذا تخيلي بالنسبة لتمرين الثلاثة complete sentence الآن هذا الجملة هنا ليش مختار لي pointed ليش حق ماضي لأن أنا عندي would أنا عندي would على هذا النظام أنا عندي هنا had أنا عندي had أنا راح حط would في هاي الجملة يعني على هذا النظام مضارع will ظال ما عندي will الجملة ثانا راح أسوي ها مضارع إذا عندي مضارع راح أسوي هول وعلى هذا المنوال وعلى هذا الحجي راح نحل ونسوي هذا التدريب الجملة الجملة الأول يقول I would be very scared if somebody pointed طالما أنا عندي would أجعل القاعدة مالة الزمن القاعدة مالة الزمن هو هنا بهذه جملة قائل would الود وين موجودة الود وراها فعل مترد وجود بحالة second إذن جملة ماضي وجملة would أرجع للكتاب اللي عندي هو قائل اللي هنا would حاط هنا ماضي الجملة اللي جواها يقول I can't afford you to buy a car if I buy car I would حاط هنا الود عند هنا منطيل الود مال هاي الود إذن طالما منطيل الود الجملة اللي قبل ها راح يصير ماضي إذن هنا الحل راح يصير بهاي الجملة if I bought a car if I bought a car إذا سوي ها ماضي زين ليه سويت ماضي لأن أنت عندك الود لأن عندك هنا الود رقم ثلاثة if you had a parity if you had هاي 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 مو ماضي تام هاي فعل ماضي ماضي طالما فعل ماضي هنا راح يصير الحل عند الود فرا يصير هنا الحل هو هو ود you invite who would you invite يعني آني هنا المفروض أكتب هي بالأصل المفروض لو رجيت أريد حلها آني يعني أريد نحلها يعني أريد نحل هاي الجملة شان قلنا you would invite هاي 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 الحل بس هو بالحل ما قيل هاي شي ش قيل قيل you قيل قيل would you يعني you صايرة هنا صايرة ورا would يعني you محذوفة مننا ليش ليش مقدم الفعل المساعد على الفاعل لأن أنا عندي سؤال لأن عندي سؤال هو حاط علامة استفهام هاي الجملة سؤال الجملة سؤال نجي اللي وراها أنا عندي would طالما عندي would الجملة اللي قبل ها راح الصير عندي ماضي if he asked me if he asked me نفس الحالة اللي وراها أنا عندي they did طالما عندي ماضي إذن القبل ها راح الصير would راح الصير I would be amazed if they did ليش قلت would بي استاذ محمد لأن عندك ماضي ولو عندك ماضي لازم تخلي would نفس الحالة والتمرين الثاني قائل if somebody gave me I have a long time هو طبعا هنا الظاهر كلنا على حالة السكن فرح صير if somebody gave me I would have a long holiday I would have a long holiday النقطة السابعة سؤال طالما عندي سؤال لازم أنا أعرف ش يسوي بالسؤال طيب يقول if if إحنا نعرف اللي وراء الف ماضي بسيط رح صير if if did you meet if did you meet النقطة السابعة خلينا نعيد الحل خلينا نعيد الحل بالنقطة السابعة النقطة السابعة السؤال يبدأ بالبداية عفو عندي سؤال أنا طبعا كان عباري أكو نقطة هنا أو أكو فاصلة فاصلة بين الجملتين لا هل نريد للبداية بداية الجملة you be nervous اللي هو الفاعل طبعا أنا عند if if دائما اللي وراها ماذا بسيط واللي قبل ه يجين would فراح أقول would you be nervous would you be nervous ليش استخدمت الود لأن أنا عند ال if بحالة second وحالة second تربط ما بين الماضي وال would اللي ورا if رح يكون ماضي واللي قبل ها واللي قبل ها فراح أقول would you be nervous if you met زين الجملة الثانية ليش ما سويت ه السؤال لعد استاذ محمد خبرا احنا الجملة اللي سوينها السؤال والجملة الثانية خليها سؤال لا احنا سوين السؤال بالبداية الجملة الجملة الثانية ما له علاقة دائما السؤال احنا نعرف يجي بالبداية يعني ما يصر احط بالجملة سؤالين طيب هس هو لو حاط لنقطة وبادلة من بداية ال if كان سويت السؤال بس لا احنا كونا سؤال برقم سبعة من البداية الجزء الثاني النزل مثل ما هو you met ليش سوناها ماضي لأن ماضي بسيط احنا احنا if you where where ال b ليش حولناها الى where you where you where in the in a left you where in a left لأن ها بالماضي لأن ها بالماضي طيب هنا ال if قبلها what would you do ليش قلنا would لأن نحن ذكرنا هي حالة second وهنا عندي you أنا would فراح الصير what would you زين أستاذ محمد ليش خليت الود قبل الفاعل لأن ه سؤال what عندي what that سؤال and it stopped between floor فراح صير هنا عندي ماضي جملة فراح صير stopped لأن الحدث هو أصلا بالماضي عندنا حالة السكن احنا عندنا حالة السكن بالنسبة لتمرين 38 4 بالنسبة لتمرين 4 write sentences هذا هذا يريد نكتب جمل وهذا الجمل يعني هذا الإنشاء هذا إرادة شوية معاني فأنا ما أعرف الأستاذة بالجامعة جامعتكم هل الأستاذة اللي درسك هل تدرسكم الأستاذة هل تجيبه من الكتاب نصا إذا تجيبه من الكتاب فهذا التدريبات هذا تمرين نحفظ على مو نقدر نجوب إذا الأستاذة ما تجيبه من الكتاب كل اللي أريد منعدكم شوية ناخذ معاني من الكتاب على مو نقدر نكون جمل لأن ممكن تجيب لي نص جملة والثاني آني أكملها وهذه الجمل لا تخافون من عنده تمرين سهل وراح ناخذ إن شاء الله أيضا تدريبات عنه خارجية هس مثلا على سبيل المثال الأستاذة جابتلي مثل هاي الجملة خلينا نقول if I steady if I steady hard جابتلي نص جملة هيت قالتلي if I steady hard أنا خلي فقارز وقول I will pass I will pass طيب خلي نقول الأستاذة جابتلي غير هاي الجملة وقالتلي I أو she 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 would buy a new house جابتلي هاي الأستاذة هيت سؤال يقول she would buy a new house وخلتلي الف بالوسط ونطتني تكمله أنا أكمل يقول هي راح تشتري سيارة جديدة if أنا راح أكتب جملة بسيطة كل شميل عندي if she became became a doctor يقول إذا هي صارت دكتورة أنا عندي ود هنا وعندي هنا طالما عندي ود إذن هذه جملة ماضي وراح أخلي هنا ماضي أيضا سوتها became ليش سوتها ماضي إذن أنا عندي ود هنا ستشتري سيارة جديدة أو منزل جديد أو car أي شي عادي she became if she became a doctor يعني معناها إذا هي صارت دكتورة هي راح تشتري سيارة نفس الحالة شوان ما تريد تجي من الجملة خلي تجين شوان ما تريد تجين الجملة خلي هذا التمرين قيل we are not going to take 10 يقول إحنا مان راح نروح بالقطار اللي راح يطلع ساعة عشر ونص we arrive too late إحنا راح نصل جدا المتأخرين منطينا هاي المعلومات ويقل لي أريد جملة عنها طبعا ممكن ينطي معلومات يريد جملة وممكن ينطي نص جملة وهذا التمرين أنا شايف دائما الأساتذ يجبون نص جملة والجملة الثانية ستحلونا لذلك واش قيل if we take the bus إذا أخذنا بس بالعشر ونص إحنا راح نصل هناك متأخرين ماضي أبود ماضي أبود استخدم أيضا ماضي أبود من هذه المعلومات سوينا جملة أرجع ونبه أقول ما بها كل شي جديد ولا بها كل شرح وحدة ماضي وحدة أبود بكل بساطة إذا الأستاذ جيبه من الكتاب نحفظ ما الكتاب الأستاذ إذا ما تحفظ من الكتاب فأنا علمتكم هسه شلون جابون عليهم بهذا وجه حط تلكم جمل سواء إذا تجين الف بالبدال أشوف شين المحلول عندي والثانية أختار الزمن وأكتب جملة اختار الزمن وأكتب جملة